السلام عليكم كيدا يلين نتمنى ان شاء الله تلقاكم هاد الفيديو وانتوما كيف مكتمنوا ان شاء الله ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة في القضية ديل هاد النهار شي حوايج لانا متأكدين غيدروكم فراسكم لانا عبارة على خيانة ولكن مشي اي خيانة الخيانة ديل اليوم هي واحد الخيانة اللي مزدواجة المجرم قدر انه يغضر جوجيا الناس اللي كيعتبروه هو اقرب واحد اليوم في هاد الدنيا شنو هي القاضية وشنو قع فيها بالضبط اجي ونحكيها لكم القضية ديال اليوم غادي تدينا الماسر وديما مني كنقولو ماسر يعني قضايا اللي صعاب من كتر من القياس وفعل القضية ديال هاد النهار واحد القاضية اللي ما كددخلش للعقل ولكن قبل ما نعودكم على هاد القاضية كانت منهم اي واحد اول مرة يشوف هاد القانات ما ينساش انه يشترك باش دائما يوصلوا الجاديد القضية ديال اليوم غادي تدينا الماسر وبالضبط الواحد المحافظة اللي اسميسها محافظة الشرقية واحد القرية اللي اسميسها قرية كرموت رجال المباحث نهار 28 في شهر جوج من سنة 2022 جاهم واحد البالغ انك ترعى رمات الجتة دي الواحد البنت هاد البنت في العشرينات من العمر ديالها اهالي المنطقة بزاف منهم اللي عرفوش كون هي ذاك البنت فعلا جاوا رجال الشرطة وبدوكي عينوا الجتة لقوا ان الامر كيتعلق بواحد البنت اللي ديال الحجاب ديالها ولبسوا حويجها ورمها الواد اولت ترعى وهي تقريبا بداتك تنفخ بالكمية ديال ذاك المال اللي شربت غادي هزوا الجتة ديالها وبدوكي يسولوا الناس ديال ذاك المنطقة واش هات السيدة سكنة هنايا الناس ديال ذاك المنطقة قالهم هات السيدة عرفناها ولكن هي رمكي تسكنش هنايا القرية ديالها راها بعيدة على القرية ديالنا تقريبا بخمستاش الكيلومتر فعلا هزوا رجال الشرطة الجتة ديالها الناس اللي شافوها تصلوا بالاهل ديالها لان الاهل ديالها تقريبا المدة ديال 48 ساعة هم كيقلبوا اليها عيوما كيقلبوا عيوما كيضوروا في جامع القرى اللي يضيرن بيهم في الاخر داروا تصوير ديالها في الفيسبوك وداروا فيديويات وطلبوا من الناس انه حينها شافها شي واحد يتصل بهذا الرقم فعلا ذاك الرقم اللي اعطوا فيها فيديو تصل بهم واحد السيد وقالهم الجتة ديال بنتكم راهرما هالواد في البلاصة الفلانية الاهل ديالها غيسمعوا ذاك الخبار مشاونيشا لمركز ديال الشرطة ولاني من يوصلوا عند البوليس ما بغوش يوريهم الجتة ديال البنت قال لهم ضروري انه خصي يشوفها الطبيب الشرعي ويترفعوا البصمات ديالها ونتأكدوا ان الامر كيتعلق ببنتكم عدك الساعة ممكن انكم تشوفوا الجتة ديالها فعلا الاهل ديالها بقوا كيتسنوا تقريبا المدة ديال 12 ساعة حتى رجال مباحث خداوا البصمات ديالها واكدوا لهم انها بنتهم هذه البنت اسميتها عزة ابو الخير السن ديالها 23 سنة مزوجة وعندها واحد الوليد اللي اسميته حمادة هذه البنت هي الوحيدة اللي مع وليديها هي تربت واحد دار اللي كانت كبيرة كانوا الوليدين ديالها بالاضافة لعمامها اللي كانوا تقريبا في نفس السن ديالها ذاك الشي علاش ما كانتش كتعيط لهم عمي ولا عمتي كانت كتعيط لهم خوتي واحد هم مني كانوا كيقلبوا عليها ومني كانوا كيدلوا الفيديويات على اساس انهم كيقلبوا على اختهم هذه البنت كانت حافظة القرآن وكانت واحد البنت اللي الناس ديال القرية ديالها كلهم كيبغيوها لان كانت كتجمع الوليدات في الدار ديالها وكتحفظهم القرآن الوالدين ديالها كانوا كيفتخروا بها لان كان عندها واحد الاخلاق اللي في المستوى كانت حافظة القرآن وكان الكلام ديالها كله في المستوى كانت كتجمع الوليدات ديال 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 المنطقة وكتحفظهم القرآن في سبيله اللي بغي يعطيها شي حاجة كيعطيها لها واللي ما بغاش حتى هو كتحفظه القرآن الناس ديال المنطقة مليسوا لهم كل شي كان كيقول عليها غير خير هي كانت مزوجة تقريبا هذي المتة ديال تلت سنين وبالضبط في الوقت ديال الكورونا الزوج ديالها كان خدام صباغ او لكما كيقولها المصريين كان خدام نقاش ولا اني هو ما كانش كيخدم في مصر هو كان كيمشي يخدم في السعودية كان كيجيغي في العطل في الوقت ديال الكورونا كانت الخدمة وقفت الشي اللي خلاهي شطيارة وجل مصر وبقى قاس مع العائلة دياله ام دياله في هاد الوقت بغت انها تزوجه وبدأت كتتقلب له على شي بنت الناس اللي تكون دري ويشا وفي نفس الوقت الأخلاق ديالها يكونوا في المستاوى خالي اسلام كان صادق ديال العمام ديال العزة كان مرة مرة كمشي يزورهم وكان دائما كيشوف عزة وخصوصا من اللي اسمع انها حفظ القرآن والناس ديال المنطقة كلهم كيشهدوا فيها بالخير مشا اندخطوا وقال هيلة كنتي بغت زوجي اسلام ركينا واحد البنس اللي كل شي كيشهد بالأخلاق ديالها بالإضافة انها حفظ القرآن واحد البنس اللي دري ويشا هما العائلة ديالهم عائلة اللي بسيطة ولا اني البنت بغت تعيش فعلا الام ديال اسلام مشات وخطبت عزة في الوقت ديال الواباء كان ممنوع انها مديروا الحفالات ولا يديروا عراسات اللي يكونوا كبر ذاك الشي لاش العائلات بجوش بهم تفقوا انهم مديروا واحد الحفلة اللي تكون ضيقة ويكونوا فيها غين نسل قرابين من العائلة فعلا دارت لأرس ديالها ومشت لدارها بالنسبة الاسلام كان ساكن في الدار ديال الاسرة دياله هالدار كانت عبارة على واحد المبناء اللي فيه ثلاثة ديال لازاتاج في الطابق الارضي كانت ساكنة لأم هي والزوج ديالها ولاد هاللي مازالين صغارين الطابق الفوقاني كان ساكن فيها ولدها الكبير اللي كان مزوج هدي مدة طويلة والطابق الثالث كان ديال اسلام لانملي كان في السعودية كان دائما كيصفت الفلوس للاهل دياله باش يبنيوا له الدار ويكملوها ويبدووا في لآتاة ديالها كان وقت ما يجي من السعودية كيشري الحويج اللي ضروري يعني عزمشت الواحد الدار اللي كانت تقريبا مأتاة بالكامل بقيت عايشة هي والزوج ديالها من بعد عام ونص رزقها الله بواحد الوليد اللي اسماته حمادة العائلة ديال عزملي ساقلها الخبر انها ماتت كانوا مشوين عليها بقوا واقفين في المركز ديال الشرطة وكيتسنوا ان البوليس يعطيهم لجوتة ديال البنت وفعلا من بعد 12 ساعة رجال الشرطة غادي يعطيهم تصريح ديال الدفن وغادي يعطيهم لجوتة ديال عزة بالاضافة للتقرير الاول ديال الطبيب الشرعي الطبيب الشرعي قال لهم ان البنت ماتتغرقانة وتقريبا الموت ديالها مافيش شبهة جنائية ولكن العائلة ديالها من اللي هزو البنت ودوها للطر بشيغسلوها غادي يلاحظو ان الودنين ديالها بجوج بهم مقطعين هي من اللي خرجت من الدار كان دياله واحد حوالق ديال الدب اللي كانوا كبارين ولان مني جوا العائلة ديالها يغسلوها اكتشفوا ان الحلقات ما كينينش وان الودنين ديالها مقطعين بالاضافة الخاتم ديال زواج ديالها اللي حتى هو ما لقاوش واحد دمليش كان في ديالها واحد اصبعها لقاو انها تقريبا مجروح يعني شي واحد حييت لها الخاتم بسيف لدرجة انه يدهت جرحات الوالدين ديالها بقوا كي يقلبوا في الجوتة ديالها باش يعرفوا شنوا واقع فعلا غاد يلاحظوا ان البنت عندها واحد ضربة كبيرة على مستوى الانف الاضافة ان كان عندها شي دملي مجموع مون راسها العائلة ديالها هنتأكدوا ان بنتهم الوفاة ديالها ماشي طبيئية وبان اما شي واحد ضربها ودفعها للواد واما شي واحد حاول انه يسرقها وهو اللي يغرقها لان هاد ترعا وهاد الواد وخاعزة ما كانتش كتعرف تعم ولكن المستوى ديال ما دياله ما كانش غرق بزاف كانت قريبا فيه واحد المترو الارب او لانس مترو يعني الانسان لمش لدك ترعا وبغا يعوم لما غادي يوصل له لحد صدر دياله اما الي كان طويل غادي يوصل له لحد كرشو هنا العائلة ديالها تأكدوا ان البنت واقع لها شي حاجة وبان الوافاة ديالها كانت ماشي طبيئية الزوج ديالها كان في واحد الحالة اللي صعيبة كان غيكي يبكي وكان ما قد يهضر حتى معي شي واحد تلوقيت اللي كانوا ملقوش فيها عزة وكانوا كيقلبوه الزوج ديالها كان كيبت كيقلب ما خلوا حتى شي قرية حتى شي مركز اي بلاصة قالوا لهم كينا فيها عزة الاو كيمشي بيدو كيقلب هو الاهالي ديال القرية ما خلوا حتى شي بلاصة اللي ما قلبوش فيها ولاني الجوتة ديال عزة كما قلت لكم تلقات على بعد 15 كيلومتر تقريبا بلاصة اللي كانت تسكن فيها من بعد ما غسلوا بنتهم وكفنوا هدوها باش يدفنوها وفعلا الناس ديال القرية كلهم بشوف القنازة ديالها لان عزة كانت عندها واحدة سمعة طيبة وخصوصا انهم سمعوها ما تبدك الطريقة الزوج ديالها كان غادي معاهم في القنازة والحالة دياله كانت صعيبة كتر من القياس ولاني العائلة ديالها اول ما دفنت البنت رجعوا للمركز ديال الشرطة وبدو كيحتجوا لان الحالة فاش لقاوا البنت كانوا متأكدين ان شي واحد اللي دار فيها داك الشي فعلا بدو كيغوتوا همو الناس ديال داك القرية تزوج ديالها مشا معاهم وكان كي طالب ان هي عارف مراتو شنو قعلها انا عايز مدير الامن يجي يشوف لحق وقت راح فيه الوقت مقتفية من امبارح من اول امبارح بالساعة تمانية وعمل لي دور على وقالبين على هالدنيا بغلنا ثلاثة ايام ما لمناش وما احناش عارفين هي راح فيه وبلغنا المركز والمركز جه ما عملتش حاجة واحنا عملنا نرفع الوقتين ما عملاش لجينا وفي الاخر يجينا تليفون مجهول يقول في واحدة لجيناها في الترعة وروحنا نبص لجيناها هنا ماشي لجيناها هناك بعد يومين الاثنين والمركز جالنا هنا ما حدش ما حدش يلمسها والبص عليها اللجيها بالشبشب والطرحة واللجيها بكل حاجة وما فيش فهدار والملاخينها مخصورة ودالها مخطوعة ولجيناها بينها وبين بلدنا 15 كيلو احنا دلوقتي احنا عايزون نشوف حاجة البيت راح فيه احنا دلوقتي جالنا بينزلوا عن نت مزيعة بتقول لك اتل غضية بغددد المجول بقيت وبيقول لك التحريات الان اعز اعرف التحريات دية طلعت ازاي تنسا ما طلعتش والتقريرAT اجم ان اعرف اوكل درجة ازاي اعلم اوكل تنتحف ستجرب بنا وبين البالك 15 كيلو وننتحر الى مدير الأمن شخصيا لتصبح محطراته تستعمل بها لابن يستحلل ما يتعمل فيه حضرا لو نعمل كل كل شيء عمل فيها حيث لا تكشها رجال الشرطة يحاولوا أن يهتنوا العائلة ديالها ويهتنوا حتى الناس ديال القرية لأن كلهم كانوا يغوتوا وكانوا يحتجوا في مركز الشرطة قالوا او تيغي صبروا تقرر نهاية الطبيب الشرعي ربقت له 24 ساعة ويبان وفعل الله قد له غادي يخرج تقرر نهاية الطبيب اللي قال لهم ان البنت تضربت الراسها قبل ما تموت وغالبا ذاك تضربة اللي تضربت في راسها دارت لها واحد لحالة ديال الإغماء وبسبب انها كانت سخفانة ترمات في الماء وما قدتش انها تقاون بالنسبة لذاك الشي اللي القاوفني فيها قال لهم انها ضربحت على مستوى الأنف والودنين ديالها تقطعوا مرما ماتت يعني كين جوجي للاحتمالات اما شي واحد رلقى الجثة ديالها مرما ماتت وحيد لها ذاك الحوالق وذاك الذهب اللي كانت دايرة واما را تلقى لها شي واحد وحاول انه يسرقها ومرما قاوماته ضربها الراسها وغرقها وذاك الساعة عاد سرق لها الذهب ديالها رجال الشرطة هنا تأكدوا ان الوفاة ديال عزة كانت فيها وحد شبهة جنائية وبالتالي خصوهم يفتحوا تحقيق وأول وحدين غابدوا يحقوا معاهم كانوا هم العائلة ديالها أول واحد سواله كان هو الزوج ديالها لان تقريبا كانوا آخر واحد شافها من اللي سواله مرات كيفين كانت نهار الخميس وشنو كانت كاديق؟ قالهم نهار الخميس رحنا كنا معروضين لوحد العرث العائلة ديالي كلها كانت في ذاك العرث وحتى عائلتها كلهم كانوا معروضين لان القرية في كانوا عايشين واحد القرية اللي صغيرة واغلب يديا الناس كيعرفوا بعضياتهم يعني لكانشي عرص ولا شي مناسبة كل شي كيكون معرض قالوا متاحنا داك النهار كنا معرضين وكنا كانوا يجدوا راسنا باش غنمشي ولا عرص واحد الساعة قتلي قبل ما نمشي انا را غادي نخرج وغادي نشيل البتخ او لكي ما كان قلولو احنا يدلح هزات الفلوس والبسات العاباية ديالها ومشات الواحد العشاء اللي كي نحدد ترع من داك الساعة مولينا شفناها بقيت كانت سنا هيا غا ترجع هيا غا ترجع تدار تقريبا تمنياد العشية ولكن كانت ما رجعتش للدار قلت انا ممكن تكون مشات للدار ديال الام ديالها ومشاتني شال العرص لبست حويجي ومشيت لدك العرص من اللي سوولتهم فراء عزة تا واحد ما كان عارف عليها شي حاجة لقيت مجموعين عمامها والأب ديالها قلت لهم واش ماجاتش عزة قلتك عزة ما زل ماجات حنا را كانت سنا وكم جيوا للعرص بجوش بيكم هات الساعة كل شي غا تهول لان البنت ماشي معويدها انها تختافي ولا تمشي لشي بلاصة بلا ما تخبر الزوج ديالها او لا العائلة ديالها هنا يا ذاك لأرص كله ند بدك يقلب على البنت لأهالي ديال القرية والعائلة ديالها ناس لكي عرفوها كلهم بقوا كي يقلبوا ذاك الليلة كاملة ولكن عزة ما كان عندها حتى شي آتار ذاك شي علاش لغد له ندو داروا فيديويات وداروا شي تصور ديالها في فيسبوك وبدو كي يقلبوا وكيقولوا لا تعرف عليها الشي واحد يتصل بينها في هذا الرقم رجال الشرطة بدو كي بحثوا حتى مع العائلة ديالها بدو كي يسولوا خودها كي سولوا لأم ديالها الناس اللي كي يعرفوها ولاني الناس كلهم قالوا ان ذاك البنت عمروا ما كان عندها المشكل مع الشي واحد كانت واحد البنت اللي شدسوا قراسها وكا تمشي إما للدار ديال واليديها وإما للدار ديالها يعني ما عندها شي بلاسة أخرى كتمشي لها من اللي رجال الشرطة بدو كيسولوا الأم ديالها اللي اسميتها نادية بالمناسبة أن الأم ديالها حتى يلي كانت صغيرة في الصن ديالها ممكن لاش 40 عام من اللي بدو كيسولوها قدلهم تقريبا هذي أسوء باش عزار جعت للدار ديالها هي را كانت غضبانة عندنا المدة ديال شهر تقريبا من اللي سولوها رجال الشرطة على السبب علش كانت غضبانة عندهم في الدار قدلهم أن الزوج ديالها كان ما كيتعملش معها مزين وبأنها كانت كتشك فيه أنها كيخونها قدلهم هي في الأول ما كانت بغا سعود حتى لشي واحد فينا عيت ما كان سولها شنو المشكلة عندك مع الزوج ديالك واش كيضربك واش كي يعنفك ولكن هي كانت دائما غساكتها حتى قرب دك الشهر أنها يتسالة عاد قلت لي أنها را كانت شك في الزوج ديالها وأنها شكة أنها كيخونها مع شي وحدة أنا قلت لها شوف يا بنتي الزوج ديالك مستحيل أنها يكون كيخونك ولكن هي قلت لي أنا متأكدة أن الزوج ديالك يخونني أنا ريشت شي حوايج وحسيت بشي حوايج رجال الشرطة سولوها قلت لها وش بنتك ما كانش عندها التليفون قلت لهم كان عندها التليفون ولكن تقريبا واحد اليومين قبل ما تختافي قلت لي أن الزوج ديالها هرسولها هي وياه كانوا كيتدابزو وش التليفون ديالها وهرسو هنا يا رجال الشرطة رجعوا عند الزوج وغاد يعودوا مع أهل بحث من جديد قالوا له قلنا كيفاش دير علاقتك مع الزوج ديالك قالوا أنا مراتي متفاهمين ودائما عايشين مرتاحين مخصنا حتى شي خير قالوا له ولكن الأم ديالها كانت أن بنتها كانت غضبانة لمدة ديال شهر وبأنك هرست لها التليفون ديالها قالوا هم التليفون ديالها ماشي أنا اللي هرستو لها ولكن هي كانت كتشك وكانت كتغير كتر من القياس كانت أبسط هضراء أنا وياها كانت جمح ويجها وكانت مشي للطار ديالها بج��ما فتتغيره أنا أعضبتها لما قلتت فيها كانت بلي كتغيره وكانت من يLoedها وكانت تهزل وكانت لهروة retiring وكانت إتحويشة وكانتaque العائلة ديالها ويتتغيره الإطار ديالها قالوا انه التليفون ديالها و soilsكي ما Durchsuch لها انا علي 없يتواäv هنا جمع رجال الشرطة طلبوا استغناء التليفون ديال فهو قالوا انه لي السبع بدأنا ف PLOS سيجب أنه يلق للحساش وكل مرة كان يقولون أن التليفون في بلاسة مرة قالوا مراني دتسو باشي تصوب مرة قالوا أن عزاه يلدتو باشي تصوب ولان رجال الشرطة اللي شافوا دك تناقض في الهضرات ديالو مشاول الدار ديالو بدو كيقلبوا فعلا غادي يلقوا التليفون ديال عزاه ولكن التليفون لقاوه كله مهرس رجال الشرطة هناخدوا دك التليفون ودهوا الوحيد مصلحة تقنية باش يخويوا دك الشي اللي كان في التليفون باش يعرفوا السبب اللي خلال إسلامي هرس تليفون ديال مراته فعلا غادي تدوز لمدة ديال 48 ساعة بعد ما فرغوا التليفون فرغوا دك الذاكرة ديالو كلها خوهم تصور وملي فيديو وإي حاجة كين في التليفون رجال الشرطة غادي يتفاجئوا أن عزاه مصورة رجلها واحد الفيديو اللي ما فيه ما يتشاف فيديو اللي فيه واحد العلاقة جنسية اللي كتجمع بابين رجلها اللي هو إسلام وزوجة الأخ ديالو يعني إخوه اللي كان ساكن في الطبق الوسطاني إسلام كان على علاقة مع الزوجة ديالو دك الشي علاش خداد التليفون ديالو وهرسو وبالنسبة له التليفون تهرس صافي مستحل أنه يجبدو دك الشي اللي فيه رجال الشرطة هنه غادي يجيبوهم جديد وقالوا له دابا غادي تقلص للأرض وغادي عاود لنا كل شي شي نواقع هو في اللول حاول أنه ينكر قال لهم أنا ما عندي حتا شي علاقة بالمدية العزة وليني ملي وروا هالفيديو اللي فيه علاقة جنسية ومرات خوه هنا يا إسلام بدك يرتابك وقال لي جار الشرطة أنا غادي نعترف لكم بكل شي أنا فعلا كانت عندي علاقة مع مرات خوية وليني هاد العلاقة قبل حتى ما نزوج بعزة كنت وقت ملقى الفلتة كان دخل عند مرات خوية وكان ديروا أنا ويها علاقة غير شرعية أول وحدة اكتشفت هاد الأمر كانت هي الأم ديالي وخصوصا في الوقت الكورونا لأن أنا كنت ملي كان جيم السعودية كان دوز واحد المدلي بسيطة وكان عاود رجع نسافر وليني في الوقت الواباء دوزت مدلي كانت طويلة ذاك الشي علاش كنت كل ساعة وقت ملقى الفلتة أو الأخويا كي يخرج كان دخل عند مراته الأم ديالي مر ما كتشفت هاد الشي قررت أنها تزوجني وفعلا بقد كتتقلب تلقت لي عزة اللي مشات عند الوالدين ديالها وخطبت هالي أنا عزة عمري ما بغيتها جوش بهذه واحد الزواج تقليدي أنا اللي كنت كان بغيها هي مرات خويا الأم ديالي زعما زوجتني باش توضح حد لهذه العلاقة وأنني مور منتزوج ما نبقاش نمشي عند مرات خويا ولكن أنا حتى مور منتزوج كنت مرة مرة فاشخور شخويا ولا عزة ما كتكونش في الدار إما هي كتشي عندي وإما أنا كنت ندخل عندها عزة هادي متطويلة هي شكة فينا هي كنت مشيف حتى شي حاجة بعينيها كانت غيكة تلمحلي أنا كنت خايفة أنها تلقاني شي نهار وفعلا داك شي اللي خفت منه تحت فيه عزة من بعد ما دوزت شهر في الدار ديال العائلة ديالها ورجعت لعندي ولا تمرى مرة تقولي غير مشي عند الأم ديالي واحد النهار جات بلا ما نحسو بيها أنا داك الساعة كنت أنا ومرات خويا في البيتز هي دخلات وصوراتنا فيديو ولا تخرجت مشيات عند الأم ديالها من اللي رجعت في الليل واجهتني بدك الفيديو أنا شدي التليفون وهرسته وبقت كرغبها قلت لها أنا فعلا غلط ولكن عمر هاد الخطأ ما غادي يتعاود قلت لها غيستريني وهاد الخطأ عمره ما يتعاود أنا فعلا هاد شي اللي كنت كنت ندير فيه عارفوا أنه حرام وصعيب بزاف وكان واعدك عمري ما غادي نقص مرة تخويا ولا ندير أنا ويها شي علاقة فعلا عزة سكتادتك الساعة وقالت لي أنا غادي نعيش معك ولكن لو لي تشت شي حاجة بحل هاد شي أنا رغضي نقولها لأي واحد أنا ذاك اللي لا ما نعستش نهائيا بيت كان فكر قلت أنا عزة هاد المرة شافتني بعينها وصورات لي فيديو وهذا القادية وخاطصها لحنا غادي تبقى هاد زهالية ووقت الموقع شي مشكل غادي تقولها لعائلة ديالها وغادي تقولها حتى الخويا وخويا لساق الخبار إما غاقي قلني إما غاقي قلت شي حاجة لي صعيبة بقيت كان فكر كيفاش ندير باش نسكتها فمرة لغدليه كان كين واحد لعرس في القرية ولوقيت اللي كتكون شي عرس ولا شي مناسبة تقريبا للقرية كتخوة لأن كل شي كي يكون معروض عزة تايا كانت كتوش دراسة باش غادي تمشي لذك العرس دارت الحوالق ديالها دارت تمليجها دارت الخاتم ديال الزواج وهي غادي تبدأ تلبس حويجها قلت لها قبل ما تمشي أنا بغادي ترجع من العرس شهوتي في البطيخ لقاه بارد سيري شريهننا ونديروه في التلاجة باش مني رجعوا للقوه بعد قلت له أنا غادي نخرج عند واحد غادي قريب غادي نجيبوهنديروه في التلاجة داك الساعة أنا قلت لهلا سيري عنده واحد فلان اللي عنده واحد لعشا كبيرة كيبيع فيها الفواكه كانت تقريبا للترعة قال ها سيري عنده وجيبنا الديسر من عنده لأن الديسر دياله زوين وغالبا كيكون حلو لبسات لأهبايا ديالها ومشات باش تجيب الفاكيهة ولاني غادي قربت للترعة او لذاك الواد كانت لقى راجلها واقف كي تسناها قال له كيفاش أنا خليتك في الدار ولقيتك هنايا قال لا أنا بغيت نهضر معاك في الموضوع ديالذك الفيديو اللي صورتلي ولكن مبغيتش نهضر في الدار بغيت نهضر معاك فراحتي ايجي انتمشوا واحد شوية ونهضره فعلا هي راجلها هادك وعمرها ما غادي شك أنا غادي لها شي حاجة اللي خايبة بقوا غادي لواحد الماسافة هما كي هضروا هو كي يرغبها وكي يعتذر لها وكيقول لها عمر هاد شي ما غا نعاوده تلواحد الساعة وقف وبقى كي يكمل معاها الهضراء غا تفاجئ انه غا يعطيها واحد ضربة لني في ديالها هي مفهمة والو داك الساعة اسلام دور وجهول قا واحد الخشبال اللي كانت كبيرة هي كانت كتحاول انها تهرب ولاني هو ضربها بدك الخشبال للراس الشي اللي خلاها تضخ وتفقد الوعي ديالها هي اول ما صخفات رماها في الترعة ورجع للطار دياله بقى قلس واحد المدة لبس حوايجه ومشى للعرس باش الوالدين دياله والعائلة والناس ديال القرية كل شي يشهد ان اسلام داك الساعة كان معاهم في العرس هاد الشي هي الخطة اللي كان دير في العقل دياله هو احتموا الديسر كان مسأكد انه ما كانش لان النهار اللي كي يكون كينش عرس كما قلت لكم كل شي كي يكون معروض هو قل غاد يرميها في الواد وهي ما كتعرفش تقوم وغاد يتغرق وغنقول لهم انا ما شتهاش فعلا الخطة كانت غاديها مزيانة حتى الجدتة ديال هرمها الواد وواحد المرة كانت دايزة وغادي تشوف الدهب في ادنها فعوت ما تعايت للبوليس او لا تعايت للنجدة قلت غادي نسرق لها هاد الدهب ديالها حيدت لها الحوالق وحيدت لها الخاتم وحيدت لها حتى الدمليج ولان هي كانت مزروبة والطريقة كيفاش كانت تحيد لها الدهب كانت واحد طريقة اللي صعيبة يعني الحوالق ديالها جراتهم لها بالجهد الدمليج بقدت كتتتعافر معها باش جبدونها منيدها وحتى الخاتم الجسم ديالها كان منفخ بالماء بقدت كتتتعافر معاه لدرجة انها جرحاتها فصبعها رجال الشرطة من بعد عارفوش كونيها هاد المرة لانه نلقاوها كتتحاول انها تتبع الدهب ديال عزة بالنسبة للزوج ديالها مرمى اعتار في ذاك الاعترافات المفصلة وقال انه كان ناوي يقتلها غادي يدوث للمحاكمة وفعلا غادي تحكم بالاعدام شنقا انا هنايا كان فكر غفخوه لان عزة مرمى اكتشفت الخيانة دياله ماتت ومشت عند الله ولاني الاخ دياله كيفاش غادي يقدر يعيش خصوصا مرمى اكتشف الخيانة ديالاخ دياله اللي كان كي يخونه مع الزوجة دياله واللي كي تعتبره هما اقرب وحدين اللي في هاد الدنيا وحتى النظرات للمجتمع صعيبة واحد شوية وخصوصا في ذاك القورة اللي كي يكونوا صغارين لان الناس فيها كي يكونوا بوساطة والعقل ديالهم كي يكون على قدهم كيفاش غادي يدير خرج وكيفاش غادي يدير يواجه الناس وكيفاش غادي يدير يواجه ولاده اللي مبقاش عارفهم واش هما ولاده ولا ولاده القصة كيما قلتكن في اللول قصة اللي صعيبة كتر من القياس القضية ديالي اهنا غادي تسالي نتمنى ما اي واحد تشاف هاد القانة واعجبو المحتوى ديالها ماينساش انه يشترك باش دائما يوصلوا الجديد اسلام عليكم اشتركوا في القناة